أهلا أحبانا مشاهدينا في كل مكان سمعت ترنيمة وتأثرت من كلماتها والكلمات أكيد حقيقية ومهمة لكل واحد منها بتبتد الترنيمة بتقول أروح لمين غيرك ويريت تفوت طبعا على الصفحة أو حتى ممكن تطلع الترنيمة وتسمعها هذه ترنيمة قديمة بس لحنها وكلماتها أجمل بكثير أروح لمين غيرك صرخة الأجيال وهذه الصرخة أحيانا من قلب المذلة وهذه الصرخة أحيانا من قلب مكسور محتاج لدواء ومحتاج لعلاج وجزء من هذه الترنيمة تقول عندك دواء لجميع الناس وفعلا أي إنسان محتاج لمين يروح قل لأي نبي ممكن تروح له مين المثال الصحيح الصالح الحقيقي اللي بتتشبه إلو أو تروح له تطلب منه صراحة وأنا مشان هيك أحبائي أقول دايما أنه شخصية المسيح لا توجد أي شيء ما يحرج أو يخجل بل بالعكس بترفع راسك في يسوع المسيح يسوع المسيح جاء ليبحث عن الخطاء والضالين جاء ليعين المجربين جاء للناس الباحثين والطالبين للمقيدين للمستعبدين للمذلين للمكروبين جاء يسوع لكل طبقات الناس ولكل واحد تعرفوا الشيء اللي بيعجبني في شخصية يسوع المسيح أنه أي واحد كان ممكن يصله هل تعلم اليوم أنك عشان تصل لشخص مهم أو حتى خادم معروف ممكن محتاج لمية واسطة حتى تصل وعلى الأرجح مش رايح تصله لكن الشيء الجميل أنه يسوع كان بيأخذ من وقته الخاص يعني كان يصلي بالليل أو كان يصل في الفجر باكرا حتى يقضي كل النهار مع الناس وخدمته كانت واضحة جدا كان يطوف يعلم ويكرز ببشارة الملكوت كان يشفي كل ضعف وكل مرض كان يخرج الأرواح الشريرة وكان يصنع خير في كل مكان هاي كانت خدمة يسوع المسيح تعرفوا العشرين اللي هم منبوذين من المجتمع كانوا يدنون منه الخطاء وحتى الزواني كانوا بيقتربوا ليسوع المسيح وكل شخص اقترب إلى يسوع المسيح لمسته وغيرته النعمة الإلهية حتى الأبرص اللي هو يعتبر نجس في نظر المجتمع تقصيا ودينيا ومحروم اجتماعيا اقترب إلى يسوع المسيح وطهر من برسه الأعمى تقدم واقترب إلى يسوع المسيح وصرخ إلى يسوع والرب رد له بصره وبصيرته أيضا في نفس الوقت الناس الملبوسة بالشياطين لا توجد أي قوة تخرج شيطان إلا بسلطان المسيح فكان يخرج الأرواح الشريرة بكلمة كان بيصنع خير شاف ناس جعاني وثلاثة أيام ماشيين وراء أشبعهم وأطعمهم نحن بنتكلم عن خمس تلاف رجل معد النساء والأولاد فهكذا أحباء كل الذين يدنون إليه كان طبعا يسوع بيتلامس معهم مكتوب وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء النساء كانت تقترب إلى يسوع المسيح مع أن النساء في أيام المسيح لم تكن لهم القيمة المسكورة طبعا بحسب التقاليد القديمة لكنهم اقتربوا إلى يسوع حتى الأطفال التلميذ حاولوا يمنعوا الأطفال أن يتقدموا ليسوع قال يسوع دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات دخل مجمع كان فيه امرأة عندها انحناء ربطها الشيطان 18 سنة فكها وحلها من القيود يسوع المسيح اللي غفر الخطايا واحدة سمعتها مش حلوة في البلد وحتى تحدوا لو كان هذا نبي لعارف من هذه المرأة إنها خاطئة حكموا عليها بدون ما يعطوها الفرصة لكن أدنوها بدل ما إنه يربحوها أو يرحموها لكن المسيح قال للمعاندين غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرة فإذا أحبائي النساء والأطفال والعمي والبرس والمسكنين بالأرواح النجسة والمرضى والضعفة والحزانة كلهم اقتربوا إلى يسوع المسيح وهو الذي قال جئت لا لأدعو أبرارا للتوبة بل خطاطا والكلمة المشهورة أحبائي ابني هذا كان ميتا فعاش كان ضالا فوجد فالمسيح يحب الجميع ويهتم بالجميع وبتعرف المثل القائل في الشرق الأوسط الله بيحب اللي بيحبوه لكن المسيح قال إن أحببتم الذين يحبونكم أي أجر لكم يعني أي فضل لإلكو أليس العشرون أليس الخطاط يفعلون هكذا لكن محبة المسيح محبة أبدية محبة المسيح محبة غير محدودة محبة المسيح محبة غير مشروطة محبة المسيح منتصرة في حياة الإنسان الذي يصرخ من كل القلب الله شايف دموعنا في الليالي الله شايف الحرج اللي منمر فيه ولربما إحساس الخزي والعار من الماضي الله يعرف كل شيء بيعرف الأنات والتأوهات في داخلنا بيعرف صرخطنا من قلب المزلة إنه إله العدالي إنه إله الرحمة إنه إله المحبة إنه الإله الذي لا ولن يتغير فمكتوب عنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد وهو الإله الشخص الذي يهتم بإحتياجاتنا فهو المعين وهو المضيف وهو الذي يسدد الإحتياجات وهو الذي يبارئ وهو الذي يسطر الخطايا وهو الذي يرفعنا من الضيق وهو الذي فعلا يباركنا من كل ناحية أروح لمين غيرك لربما هاي الصرخة في قلبك حتى أقرب الناس يمكن زوجك يمكن زوجتك يمكن أهلك بيتك مش حاسين فيه يمكن المجتمع من حواليك كله عم بتحس نظرات قاسية وكلمات لاذعة لكن ردد هذه الكلمات أروح لمين غيرك أنت عندك كل الأجوبة أنت عندك كل الحلول أنت عندك كل البركات أنت اللي عندك الشفاء وأنت اللي عندك الدواء لجميع الناس بصلي اليوم أنه هاي الصرخة اللي بترفعها من قلبك أنه ربنا يتجاوب معاك بكل بساطة أصليها يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا من هاي اللحظة مش عاوز أعيش لذاتي أريد أن أتوجك رب وملك ومخلص على حياتي ساعدني يا رب يسوع أنت اللي بتكتب اسمي في سفر الحياة أكتب اسمي الآن في سفر الحياة حياة في السماء أيضا بصلي اليوم أنه رب يباركك ويشفي كل ضعف وكل مرض فهو الطبيب الشافي الذي يشفي الإنسان كله جسدا نفسا وروحا وهو الذي يخلق بل يجدد الإرادة في حياتك لكي تطلبه إذا رب باركك شارك هذا التأمل مع آخرين حتى تكون شاهد وشريك في الخدمة ربنا يباركك ويكافأك على تعب محبتك شكرا